السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رح نتكلم عن احد اهم التطبيقات السياحية الشائعة خصوصا عندنا في منطقة الخليج سواء كان لاجهسة الايفون او الجالكسي وهذا التطبيق اللي رح نتكلم عنه هو تطبيق بوكينغ تطبيق بوكينغ هو بوابة حج صورة فندقية او سكنية من خلال الانترنت تملكها وتشغلها شركة بريسلين ومن خلال هذا الفيديو رح نتعرف ان شاء الله على الكثير من المميزات عن هذا التطبيق اولا ندخل على الصفحة الرئيسية مثل ما تلاحظون هذه الصفحة الرئيسية واللي يهمنا اكثر كباحثين عن حج صورة فندقية هو ادخال الوجهة او اسم الفندق اللي نحتاجه بعد كذا نسجل تاريخ الوصول ونسجل تاريخ المغادرة وعدد الاشخاص البالغين وعدد الغرف والاطفال طبعا في خيار الاطفال هنا عندنا اختلاف شوية عند اختيار الاطفال يجب علينا اضافة اعمارهم طبعا نبدأ الحين طبعا هنا اخر شيء فيه سبب السفر اما للترفيه او للامل ندخل الوجهة مثلا دبي عندنا دبي احنا دخلنا هذه الوجهة بمجرد ما ندخلها يطلع لنا المناطق المجاورة لها عندنا بردبي مرسا دبي وغيرها بعدها بعد اختار دبي نضغط عليها نختار تاريخ تسجيل الوصول مثلا 4 ايبرل تاريخ تسجيل مغادرة 6 ايبرل نجي لأعداد الاشخاص والغرف والاطفال الغرف بمجرد ضغط الزائد تعني اضافة غرفة ونناقص حذف غرفة او تقليل من الغرف كذلك في الاشخاص البالغين والاطفال طبعا هنا مجرد ضغط الزائد يطلع لنا اضافة اعمار الاطفال هنا ما نحتاج هذا الخيار نضغط على تنفيذ بعدها نشوف سبب السفر وترفيه نضغط على ترفيه بعدها هنا عندنا كلمة ابدأ الان طبعا 550 اللي بين قوسين هذه تعني الفنادق المتاحة للسكن في الوقت اللي احنا حجزنا فيه نضغط على ابدأ الان طبعا اطلعنا العديد من الفنادق عندنا خيارين في الاسفل اما رتب او مصفيات ندخل على مصفيات عندنا ممكن نصفي الفنادق على حسب نطاق السعر على حسب عدد النجوم نقاط التقييم من قبل الناس نوع مكان الاقامة المرافق الحي الموجود فيه هذا الفندق الموضوع وغيره بعدها نجي لي رتب رتب اما على حسب البعد بعد الفندق او شعبية الفندق لدى الناس النجوم من 5 الى 0 او النجوم من 0 الى 5 طبعا كل ما زادت النجوم كل ما دل على افضلية الفندق العروض وعروض الفندق علامة التقييم من قبل الناس او السعر من الارخاص الى الاغلى طبعا احنا نختار الشعبية طبعا مجرد اختيارنا الشعبية راح يطلعنا تسلسل من الفندق على حسب الشعبية نختار الفندق اللي احنا نحتاجه مثلا هنا عندنا فندق كيمبنسكي موال الامارات ندخل عليه بمجرد الدخول عليه راح يطلعنا صور الفندق الغرف تبع الفندق وغيرها من الصور طبعا هنا عندنا صور بعدها راح نشوف هنا كم نجوم الفندق هنا عندنا خمس نجوم يدل على افضلية هذا الفندق بعدها موقع الفندق شارع الشيخ زايد برشا دبي الامارات العربية المتحدة بعدها الخدمات المتاحة مثل موقف سيارات مجانا واي فاي مجانا عندنا هنا التقييم 8.6 رائع وهنا تقييم من قبل الناس اللي سكنوا فيه بعدها نشوف هنا معلومات الحج اللي احنا اضفناها نشوف افضل عرض لليوم ندخل عليه طبعا راح يطلع لنا جميع الغرف اللي في الفندق طبعا قبل ما نختار الغرفة نختار العملة على حسب البلد اللي احنا فيه طبعا هنا فيه العملة فوق على اليمين عندنا العملة ريال سعودي دولار أمريكي وغيره طبعا احنا نختار الريال السعودي بعدها نختار الغرفة اللي احنا اا نحتاجها مثلا اخترنا غرفة دي لوكس تطلعنا بيانات الغرفة من صور و اا موقع الغرفة هنا وصف الغرفة هنا الغرف نضغط عشان نزيد الغرف طبعا معلومات ليلتان وغيره بعدها نضغط على احجز الآن طبعا هنا جميع المعلومات عن الحجز وعن السعر النهائي وعن كيفية الالغاء هل هو مجاني او غير قابل الاسترداد والموقع للفندق وتقييمه والصور وغيره هنا جميع ما نحتاجه بعدها ندخل على ادخل بياناتك طبعا هنا جميع البيانات الاسم الاول اسم العائلة عنوان البريد الالكتروني اا ندخل البيانات بعدها الى الخطوة الاخيرة عندنا هنا العنوان الرمز البريدي المدينة والدولة والهاتف نعبي جميع البيانات ايضا هنا نوع البطاقة نختار على حسب نوع البطاقة يعني مثلا امريكان اكسبروس ماستر كارد فيزا وغيره بعدها رقم بطاقة الاعتمان وتاريخ الانتهاء الانتهاء امرياء اخر نلاحظ تفاصيل الحجز من الايميل الى التواريخ التسجيل وصول المغادرة السعر وغيره آخر شي نقوم بضغط زر إنهاء الحجز بمجرد ضغط إنهاء الحجز سيتم إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد إلكتروني طبعا تؤكد الحجز وتاريخ الحجز وغيره وبكذا ننهي برنامجنا وأتمنى أنكم استفدتم منه جميعا شكرا لكم